مرحبا صديقاتي واصدقائي العزاء طبعا هذه اول حلقة اعرضها عن البرنامج الجديد اللي حكى عنه صديقي جان عن حوارات انسانية اتمنى يعني اتنال رضاكم وانتظر منكم الاسئلة عبر السكايب واللايف شات اذا عندكم اسئلة احاول اجيب عليها وفي الاوقات في اوقات احاول ارد على الرسائل اللي مبعوثة الرسائل اللي انا فتح مرحبا صديقاتي واصدقائي العزاء هذه اول تجربة اعملها عن البرنامج الجديد حوارات انسانية اتمنى تتواصلون الاتصالات او الرسائل عبر السكايب واليوتيوب اذا اذا موجود نحاول نجيب عليها اه لاصدقائي وصديقاتي اه طبعا ارحب اه بالبداية اه باخوية جان و اه نانسي اه اوكي جتنا اتصال من الاخ جان نحاول ناخذه اه اخوية جان تفضل نحاول 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 ن اشتركوا في القناة شكرا جزيلا صديقي وأخي جان أشكرك شكرا جزيلا طبعا أحب جميع المشاركين معنا لحد الآن قليلين ولكن أكمل بالترحيب بالأخة نانسي والأخ ياسر ومراد أرحب بالأخ مراد وأهلا مستر بلاك والأخ ياسر ذكر نزول ملايكة في غزود بدر أليس هذا دليل نبوة؟ طبعا فعلا هو دليل نبوة أبشرك أخ ياسر الملايكة ظهرت مع الإخوان في مصر لما صارت أهلا جان يعني كلامك ما وصل لأحد أنا ما قدر أستعمل المايك لأنه هذا مربوط باللابتوب أوكي أوكي نرتب لها بعدين أوكي ألا أنا رح أبلغ الأخوات والأخوة طبعا متأسفين على هذا الخلل اللي صار أنا كنت أحكي مع الأخ جان وأنتم ما تسمعوا أعتقد لازم أغير ببعض التكنيك اللي لازم سماعة أخرى أستعمل لأنه أنتم ما سمعتوا جان متأسف جان رحب بي ورحب بيكم كلكم وسأل عليكم وسلم عليكم شخص شخص وأنا متأسف رح نرتب لهاي الشغلة طبعا نرحب الباقين ضحك بلا حدود سميرة شكرا سميرة دعائك بالتوفيق لنا أشكرك شكرا جزيلا أهلا مستر بلاك ياسر أنا شرحت إنه في شغلة لازم أغيرها حتى تقدر تسمعوا جان أو أي متصل أعذروني الآن من الاتصالات ولكن خليكم بالأسئلة عن طريق السكايب عن طريق السكايب والشات اليوتيوب مثل ما قلت لكم يعني جان فقط أنا كنت أسمع إذا عندكم أسئلة أنا جاهز لسماعة أوعدكم مثلا موضوع معين عاوزين تطرحوا أنا بالخدمة أقدر أجاوب على أي سؤال أو أي موضوع حابين نحكي فيه لأنها أصلا تجربة وغير ممرت بلا بأنه تصير حلقة فقط يعني للتجربة عملناها الحلقة لولا تبدي بعد يوم ونص تقريبا أو يومين أعتقد بعد يومين راح تظهر الحلقة راح نتكلم فيها عن الحوارات الإنسانية يحيى طبعا يستهل من وين أنت أنا أصلي عراقي ومن جلسية ألمانية شكرا للسؤال جتني رسالة من أخ جان أشوفها طبعا أنا حكيت عن هذه الياسر أعتقد الأخ ياسر هو ملحد أعتقد فسأل هذا السؤال لا أعرف أخ ياسر أنت ملحد ولا مسلم حتى نعرف إنجابك الجاب المطلوب يعني لأن إذا كنت ملحد نعرف كيف نجابك وإذا مسلم نعرف كيف نجابك الأخ مراد يقول أنا أعيش في مجتمع منافق وأكاد وأصابوا بالجنون طبعا هذا الشيء اللي أنت موجود بيه كلنا موجودين بيه وحتى لو أنا عايش في أوروبا فمجتمع شرقي أنا عايش معه على الأقل أهلي 90% منهم لا يصدقونني ويعتبرونني كافر وأذهب إلى جهنم وبئس المصير مثل ما يقول ولكن أنا مجبور أنه يعني أعيش معهم وأتواصل معهم وأحاول أجاوب على كل أسئلتهم واستفساراتهم طبعا السؤال الأخ ياسر كان نزول ملائكة في غزوة بدر أليس هذا دليل نبوة أنا راح أجاوب سواكنة مسلم أو ملحد طبعا هذا الكلام فارغ وغير حقيقي على اعتبار أنه تركهم في غزوة أحد يعني ليش في غزوة بدر معاهم وعندين غزوة أحد يتركهم فهذا الشيء يعني ألا يثير التساؤلات عندك يعني طبعا الملائكة لازم تكون دائما جاهزة والحرب ولا كانوا نايمين بغزوة أحد مثلا وغزوة الخندق اللي قضى عليهم تقريبا ولولا سمان الفارسي ما كانوا يصمدوا في هذا حتى في غزوة الخندق يعني فحتى الآيات القرآنية لما تذكر تقول المسلم ممكن يقدر يحارب عشرة أشخاص ولكن القرآن قال ها هنا عرف الله أن فيكم ضعفا فسعمل الشخص مقابل شخصين يعني هذا الإله ما كان يدري أصلا قوة المسلمين حتى يتفشخر ويقول تقدر تقتل عشرة أشخاص بعدين يغير رأيه يسوي شخص مقابل شخصين يعني هذا يثبت أنه محمد مؤلف للقرآن ويحكي مثل ما اتمر عليه الأمور طبعا أخ مراد أنا عارف أنك ملحد وقلوبنا معك وكلنا مرينا بهذا الشيء ولازمنا نمر بهذا الشيء شكرا أخ ياسر مسلم الجواب أعتقد جوابتك عليه وأتمنى الجواب وصلك إذا عندك سؤال آخر أنا جاهز الأخ يحيى يقول لي وش رأيك بالنظام الشيوعي طبعا النظام الشيوعي أثبت فشله لأنه الناس اللي استعملوه صاروا وطبقوا الاشتراكية الاشتراكية تقريبا لا فرق بين الغني والفقير وهذا الشيء لا يدعك أن تنتج باستمرار وتبدع ففشل النظام الشيوعي لأن دخل دخول خلط ومن التسعة وثمانين فوق حتى روسيا ما بقت شعية فأنا ضد هذا الفكر أنا مع الإبداع واللي يبدع يظهر أكثر يقدر يثبت ذاته أكثر يقدر على قد عمله ينتج إذا كان الله السؤال من الأخ مراد إذا كان الله قوي لما يحتاج الملائكة فعلا أن أخ مراد إذا كان الله قوي شي سبب الملائكة يعني الملائكة أصلا حتى لو بعثها للمعركة مرحي يقدر يعمل شيء لأنه هذا كلام فارغ هذا كلام معنوي الملائكة على أساس ما تدخل الملائكة بيت فيها كلب أو أمرأة سافرة فالمرأة السافرة بأوروبا وأمريكا كلها سافرات يعني إذا ما أخذي راحتهم لا ملائكة موجودة ولا أي شيء طبعا الأخ ياسر يذكر أنه الملائكة جند من جنود الله لكن عمليا لم نرى هذا الملائكة لم تستطع الملائكة نصر الإخواء المسلمين على الأقل وطبعا إذا كان الإله هو أصلا قوي لماذا يحتاج للملائكة يعني لا يحتاج للملائكة هو يفرض قوته ويقدر يقضي مثل ما فعله مع أصحاب الفيل مثل ما يقول رمى عليهم طيرا أبابيل ترمين بحجارة من سجيل هذا الكلام الفاضي كان يعمل مع محمد يرمي الأعداء مثل ما يقول أو يحمي الحجر الأسود لما سرقوه القرامطة عشرين سنة ما أدر الإله يعمل شيء ما أدر يأخذ منه أو يرمي على اليوم قنابل عن طريق الطيور أو أي طريقة أخرى عن طريق الملائكة يتحرب عنهم وأخذت الفيضانات الحجر الأسود وما تدخل هذا الإله والآن أيضا ممكن إذا فيها مجال يعني وما إلها مساندة السعودية بكل بساطة نقدر نشتاح السعودية كلها والحجر الأسود نقدر نفلش ومثل ما بدنا ونقول عليه كمان يعني لأنه حجر يعني قديما كانوا يعبدون حجر مجسم بأشخاص والآن يعبدون حجر بدون وجه أو تقاسيم باينة والآلاف يبوسون هذا الحجر وهم عارفين كله كلام فاضي يعني طبعا مثل ما قلت لك أخي ياسر الملائكة إذا كانت جندهم من جند الله لازم تكون دائما موجودة وليس بعض الأوقات وعلى الأقل كان ينصر الإخوان المسلمين الليل ونهار كانوا يدعون والملائكين كانوا يدعون معهم في رابعة ولكن الجيش كنسهم بساعة أو ساعتين كنس المكان كله يعني الأخ ضحك بلا حدود يقول كيف يمكن لإله تعذيب إبليس بالنار وهو من النار فعلا يعني الأكيد رح يعذب بالماء يعني طبعا جاني سؤال من الأخ جاني يقول هل أنت ما عرف منين جاي السؤال هل أنت تعلم الغيب بقي تتخذ قرارا لا أحد يعلم الغيب أصدقائي وهذا كله كلام فارغ وهذا الإله طبعا هذا السؤال من الأخ فهد مشاري مشاري أصور فهد مشاري الغيب كلام فارغ والدعاء وليس له أي دليل أو برهان فقط كلام في كلام يعني لا أحد يستطيع يعلم أي شيء يحدث غدا وبعدها غير الأنواع الجوية ممكن تقول التقص بأساليب علمية وليست بتخيلات وخرافات يعني المذكورة يعني يقول هل أنت الأخ فهد مشاري رجع سأل هل أنت تعلم الغيب لك تتخذ قرارا لحد اللي أنقريتها وجوابت عليها كما أنت طين وتضرب بطين تتوجع طبعا هاي كلمة السؤال رجعت سأل لي الأخ جان سؤال الأخ فهد مشاري يقول هل أنتم خلي أقرأها أتأكد منها هل اطلعت مع الغيب لكي تجذب وتنظروا عدم وجود إله خالق طبعا إحنا الفرق بيننا وبين المتدينين إنه إحنا لا ندعي بوجود هذا الإله لذلك ننكره إلى أن يثبت العكس إذا أثبت هذا الإله بوضوح إنه هو موجود إحنا ممكن نؤمن به بطريقة من الطرق ولكن هذا لا يستطيع إثبات ذاته والدليل على هذا الشيء يحصل كل ما يحصل وخصوصا الآن إحنا ليل ونهار نسب بهذا الإله وما قدر بأي طريقة من طرق يثبت ذاته إنه هو موجود فقط إحنا عقولنا هي من تصع الإله وليس الإله هو اللي يثبت ذاته وإحنا بعقولنا نفكر هذا الإله موجود ولكنه هو غير موجود على الأقل نحن لا ندعي بوجوده ونحن نقول لا نعرف ما حصل قبل البيك بانك لا نعرف ماذا حصل لذلك لا نقول إنه موجود أو غير موجود نحن نساكتون وندعي بعدم وجوده إحنا أن يثبت العكس الأخ فهدم الشاري رجع السؤال طبعا جاوبت عليها يقول خلي أقرأها إذا يبعث على الأخ المشاري إذا يبعث على السكايب على مدامه موجود على الجوجل بلاس خلي يبعث الأسئلة هنا السؤال الآخر يقول هل أنتم على قدر المغامرة بالمصير ما بعد الموت والذي يجعلكم متيقنين أنه لا يوجد إله أرجو الاهتمام مرات طبعا شنو هي المغامرة يعني إحنا إحنا المغامرة إحنا إذا ما ما قا يعني ما متيقنين من أفكارنا ما كنا نخوض هذه المغامرة لأنه إحنا بالعلم الحديث لم يثبت نهائيا إنه فيه شخص ذهب إلى العالم الآخر وشوفنا شنو هو لهذا العالم الآخر صدقني يا فهد رح يظهر علينا أول ما يستقبلنا هو الدود رح يستقبل النبي رح يستقبل الشخص العادي رح يستقبل القائد ما يفرق رح يأكلهم كلهم وأنا أتحداك وأتحدى جميع السعوديين مو يقولوا في حديث إنه أهلا بالأخ كمال مو يقولوا على أساس إنه جسد الأنبياء لا تمسه التحلل ولا يتقرب منه الدود خلي يثبتونا بالأشعة فوق قلب نفسه أو أي طريقة أخرى يثبتونا إنه جسم محمد السالم في قبره أنا أول واحد أرجع للإسلام لأنه رح يثبتونا بالدليل والبرعان إنه لم يصب شيء ولم يتحول إلى عظم مثل الباقين ذاك الوقت يقدرون يثبتونا إنه فعلا هذا الدين حقيقي ولكنه صدقني كلنا نتحل ونصير هيكل عظمي وينتهي كل شيء ولا دليل على على وجود عذاب أو غيره هنا الأخ ياسر يذكر يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانة بجد إعجاز أطراف الأصابع هذا طبعا إنت لو متابع حلقة البارحة رح تلاحظ إنه التفسيرات اللي أنتو تقولوها تتبعون العلم كل علم كل ما يثبت شيء أنتو تقولونها يعني هذا الشيء رح على تفاسير القدماء ابن عباس ابن كثير الطبري القرطبي نووي غيرهم رح شوف تفاسيرهم شو تقول إذا قال للكلام اللي أنت تقولها أنا رح أصدقك هم يفسرون القرآن مثل ما عرفوه ولا أصدقك ولا يوجد توجد أي آية تقول إنه مستقبلا سوف سوف تظهر لكم إعجاز علمي لكي تدعون هذا الإعجاز وماذا عن الآيات اللي كلها غلط اللي مذكرة بالقرآن يذكر إنه الشمس والقمر عاملين مسابقات لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل وسابق النهار وكلهم في فلك يسمعون شلو الكلام الفاضي المناطق اللي فيها الشمس ستة أشهر كيف تتطبق عليه هذه الآية يعني هو يقصد إنه الشمس يختفي الشمس تختفي ويظهر القمر وألمه جرا ولكن هذا شيء ليه يطبق في الدول الإسكندرانية محمد لم يعرف عنها شيء لم وضع هذه الآية لو كان يعلم شيء طبعا في أسئلة من سؤال من أخ دالي يا تلاميذ المسيح ماتوا وهبوا حياتهم لأجل رسالتهم ومن لم يحصلوا على أي امتيازات أو أموال أليس هذا أمر نجامي وصالح المسيحية نحن قلنا ألف مرة نحن الأديان كلها عدنا سواء أنا أشبه المسيحية مثل البوذية والأحمدية وغيرها والزرادشتية كلها تدعو إلى السلام ولكنه ليس دينه من الله والمسيح إذا كان حقيقيا فليضر لنا الآن فحتى ولو كانت أفكارهم إيجابية ممكن يكون ذنبهم مقل من الإسلام أو اليهودية لأنهم لم يدعوا للعنف هذا من صالحهم ولكن كدين لا نعترف به الأخ مراد يقول الله مكسوف منها لا يرد أن يرانا إفعالا طيب في سؤال من سميرة عن طريق السكايب يقول لك ما رأيك في من ظلم وسلب حق الغير وعاثف الأرض فسادا فكيف يعاقب ويحاسب إذا لم تكن هناك عدالة إلهية طبعا الأخة سميرة قلنا لك الظلم الأكثر شيء اللي جاي يصير حاليا جاي يصير من المسلمين والدليل على هذا الشيء في ليبيا نحن نشوف في ليبيا كيف العناصر المتحاربة كلها مسلمة إذا كانت من الجماعات الإسلامية أو من داعش أو من القاعدة فكلهم إسلاميين ويتحاربون كلهم في صفحة والدولة من صفحة أخرى يعني العدالة غير موجودة في الأرض هذه يعتمد على الإله شكرا هذا يعتمد على الإله أنه يعتمد على الحكام هل أمه عادلين أو لا فالقوانين الوضعية هي تخاطب كل الشعب على حدة يعني أمه كل واحد يوضعه شنو اللي عندهم مهم يوضعوا له أحكام خاصة بيهم بينما القرآن ثابت جامد ليس فيه تطور فلا نستطيع أن نطبق القرآن هذه الأيام خصوصا أيام جهاد الطلب اللي يدعو فيها الآيات المنسوقة عن آيات المكية اللي تدعو بصراحة إلى قتل المعتدي وإلى قتل التارك الصلاة يعني هذا كله بالإثبات والدليل والبرهان اللي يترك طبعا محمد بتولي الشعراوي حكاها بصراحة إنه تارك الصلاة ينذر ثلاثة أيام إذا كان كسلا ويقتل إذا ما صلى أما لم يصلي الصلاة عمدا ما يصلي عمدا يعني فيقتل مباشرة بدون استتابة يعني ما موجود إلى استتابة أيضا العدالة الإلهية بعد الموت أخد ساميرا بعد الموت لا يوجد أي شيء الأرض هو المقياس لا يوجد إله يعاقب وإذا عاقب الناس اللي ما يصلون فهذا إله ظالم حتى لو كان موجود يعني شنو أنا ما أصلي هو يقتني شو يعمل بالصلاة تعيتي بانزين 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 يعني حتى يستمر إله وإله وإله عنصري متعنصر للمسلمين ويعتبرهم خاتم الأديان والبقية كله يضربهم بشلوت يعني فنحن لا نأمون بهذا الإله ولا نخاف عقابه لأنه غير موجود ولا يعاقب الأخ فهد يقول أليس من العقلانية نمسك بالعصام المنتصف ونبعد ونبعد عن الهلاك والمصير المأساوي الذي ينتظر الكافرين بالله لا طبعا ما نمسك العصام بالنص هذا أسميني فاق إذا أنا أمسك العصام بالنص أسميه لفاق أنا أعذرون يا بص لفوق لأنه جاء أشوف التكست رابط بالتلفزيون فأشوف أوضح الرسائلة أشوفها أوضح من اللابتوب فأعذروني ما أشاهد الكاميرا إلا قليلا يعني هذا سياسة العصام بالنص أنا لا أعترف بها لأنه سياسة منافقين وأنا أكون أما أقول رأي أو لا أقول رأي ياسر يذكر يقول لو قطعنا يد سارق بشروط لانتهت السرقة مارك الردع مهم طبعا حابب أخ ياسر ولو ممنوع نعرض فيديوهات لو أنت تريد تشوف فيديوهات كيف في الحرم المكي لا يخافون هذا إلا هو يسرقون فإذا قطعت إيدهم يعني راح يبطلوا السعودية فيها قطع يد السارق ولكن هم يسرقون حتى في الحرم المكي فيه فيديوهات كثيرة كيف يسرقون الشخص نايم ويأخذ الموبايل تبعه ويأخذ الفوكت موني يأخذه منه ولا يخاف منه هذا الإله في داخل بيته والحرام لا يخاف منه هذا الإله كيف يردع يعني العقوبة هو السجن محتمل هذا مراهق وسرق ما يعرف إنسان محتاج أو أي شيء سرق نعاقب بالسجن يمكن يتوب بعد ما يشوف السجن وروعة السجن راح يكون إنسان ثاني لما يطلع وإذا عمل عمل ذنب ثاني نعاقب على قد العقوبة على قد العمل اللي سواه فقطع اليد راح تقضي على الناس وتقضي على أشخاص ممكن يتوب وإذا تاب إذا ما راح ترجع له أنتو تقطعوا الأيدي والكافرين يرجعوها لمكانها هذا الفرق بينك وبين الكافر يا أخ ياسر الكافر يحاولون يربطون الأياد بأي طريقة من طرق وأنتم تقطعوها ويصير إنسان غير فعال ويضطر يصرق مرة أخرى لأنه عنده يد أخرى فهذا غير مو حل وإثباته موجود بالفيديوهات طبعا حسين حسين أفضل أتمنى أنا متفاجئ بالعدد الأسئلة يعني ما اتوقعت هالشي الأخ طبعا أشكركم جميعا للمتابعة الأخ حسين يذكر يقول من أفضل محمد أم أينشتاين طبعا طبعا أفضل أبسط أبسط ملحد أبسط إنسان طبيعي لا يحب العنف هو أفضل من محمد كل إنسان سوي لا يؤذي الآخرين وماشي بطريقة أفضل من محمد على الأقل ما عنده أذية محمد كان عنده أذية ونشر دينه بالسيف محمد في الدين أينشتاين في العلم مضبوط روح أقرأ الآيات للقتل ذاك الوقت تقدر إذا أنت شاطر أخ ياسر تعالوا أعمل معنا مناظرة ونشوف ماذا علمك وتشترك معنا ونحطك على العين والرأس ورح نعاملك بكل احترام خلينا نشوف نشوفك القرآن وحقيقته لحاديث وحقيقته ونشوفك حقيقة محمد مثل ما إحنا شفناها أنا نسيت أعرف عن نفسي إخواني أخواتي وأخواني أنا إنسان كنت ملتزم شديد الالتزام حوالي يعني قضيت حدود العشرين سنة ملتزم بديني أو أقل شوي ولكن وكتشفت هذا الدين دين إرهابي وأنا حافظ كنت ثلاث أجزام القرآن وخاتم القرآن ثلاثين مرة ودارس أصول التجويد وقاري كتب الفقه والحاديث وتفاصيل القرآن يعني أنا علمي ليس بقليل لما أتكلم معكم الأخ كمال يقول حتى إن كان الإله موجود فأي إله هو فعلا هو إله المسيحيين أم اليهود أم البوذيين أم المسلمين أم الزرادشتية وأي إله كل يدعي هو الإله الحق وكل إله قال وكل قصده كل نبي دعا أنه الدين الحق وكل نبي قال يأتي من بعد أنبياء كذبا مثل ما قال موسى وموسى بشر بظهور المسياس ولكن عندما ظهر لم يعترف به هو نفسه المسيح بنفسه ظهر وقال يظهر من بعد أنبياء كذبا يعني وإذن محمد كذب ومحمد يقول نفس الكلام أنا خاتم الأنبياء كلني يدعي هذا الكلام ومسلم الذي يسمونه مسيلمة ادعى ادعى أيضا أنه هو نبي مع محمد حاول يتقاسم مع محمد وصارت حروب بيناتهم ظهر وأنبياء كثر وأنا أتعدى أن يظهر المسيح ويظهر يظهر المهدي في يوم الأيام أول ما يجرع نخليه ناخد المستشفى الأمراض النفسية ولا أدعي ولا أقول المستشفى المجانين لأنه هذه إهانة للأشخاص لأنه الشخص يكون مريض نفسي وليس مجنون كلمة مجنون عيب التنقال يعني فوصلتني رسالة من الأخ حسين مرة أخرى حسين حسين يقول محمد أول سارق في الإسلام عندما كان يقطع الطريق على القوافل فعلاً في معركة أخ حسين السؤال الأخ سأجيل من الأخ علي فعلاً محمد هو أول السارقين عندما قطع الطريق على تجارة بني قريش وبسبب حصة معركة بدر وهو أول السارقين أنا أسمي الذي فعله محمد وغيره أسميه سارقة جماعية بقوة السلاح مع القتل كمان هو هذا اللي عمل هذا اللي عمل محمد في أول الدعوة أول أول دعوة تبلش ب ب ب السطو على الشسم كانت الملائكة تبعث لها فلوس أو الإلهي تبعث لها أكل وفلوس ليش ما عمل هشي ليش اعتمد على السيف وأخذ جماعة العصابة اللي كان معاهم السطا على الناس الأبرياء اللي ما لهم شغل لا بقريش ولا هم الناس مجرد تجار كانوا طبعا مراد خلين شوف أول شي الأخ علي يقول ماذا حكم قتل ابن الكافر في الإسلام صراحة ابن الكافر أعتقد لا لا يعاقب في الإسلام خصا إذا كان مسلم ممكن ابن الكافر يسوي شسمه يعمل عبد عندهم يعني لما يسطون على أي مكان طبيعي ياخذون الحلال والأي شي عندك ياخذون منك وإنت نفسك يعملوك عبد وزوجتك وبنتك رح يعملوها سبيا وينكحوها المسلمين يعني مثل ما يقول هو هذا العدل الإسلامي عدل الإلهي يعني أخ مراد يقول لي الله ممكن تعطينا رقم هاتفك أنا إذا قدرت تواصل مع هذا الإله رح أعطيك رقم ولي يهمك طبعا جاي يدور على أسئلة أخرى ماذا يمليز إله الإسلام عن إله البوذية أو السرادشتية كيف تأكدت منه أو لأنك مسلم هذا يذكر المسلمين هذا الكلام الأخ كمال لا أنا قلت لك أنا لا أعترف بكل الآله إذا تقصدني أنا يعني كنت من خلفية مسلمة أنا لا أعترف بكل الأديان سواء كانت وضعية أو إبراهيمية طبعا هم كمان الأديان الأخرى تدعي أن هي الصح وجاية من الإله فأنت معتمدين أنه فقط موجود ثلاثة أديان اليهودية والمسيحة والإسلام لكنهم أيضا يدعوكم أنتوا كلكم هراطقة ومدعين يعني يدعون كلهم يدعون الدين وليس هو من الله الأخ الأخ يقول اسمها سرايا سطو محمد أستاذ أوك أشوف جاني سؤال من الأخ جان عن طريق السكايب أريد أشوف يقول من سميرة الأخ سميرة يقول ما رأيك لو ذكر في القرآن أن المرأة لها سبعين حوري فعلا أنا أنا عاوز المرأة طبعا هذا يخلينا نحكي يا أخ سميرة عن ظل تجيني رسائل مضحك صراحة يقول يعني إذا سبعين حوري إذا موجود للنساء أكيد راح يتمسكوا بالإسلام يعني المرأة ما إلها غير الزوج إذا قبلت أو ما قبلت والمصيبة راح تنتظر مئات الآلاف من السنين لأن عد الأقل شيء المسلم عندها 73 حورية وكل حورية يبقى معها 70 سنة تخيل المرأة هاديش تنتظر حتى يجي عليها الدور الأخ حسام ذكرها لله فيه انفصام في الخصية لينسخ الآيات أخو حسام عرض يعني بعض في آية تقول أي واحد يريد يحتي وين الرسول يقدم بين يدي نجوة صدقة يعني يقدم فلوس أو مؤكل أو أي شيء إذا يريد يريد يتكلم مع الرسول لما شاف ما أحد يجي عنده غير علي علي استدان دين أخذ هذا كان بداية الدعوة أخذ دين من أحد الناس حتى يسأل رسول سؤال ولو بنعم فلما شاف ما في فايدة ثاني يوم شال الآية نسخة قال ما يحتاج قدمون بين يدي نجواكم صدقة وهذا يثبت عجز هذا الإله أنه بين ليلة وضحا يغير رأي طبعا أشكركم صديقاتي واصدقائي هذه كانت فقط تجربة وأنا فعلا تعبد وأنا يعني الآن عرفت مدى المعانا اللي يعاني الأخ جان في اللقاءات بس هو على الأقل كان يعمل شوية استراحة أنا ما عندي حتى استراحة في الكلام هنا عملنا تجربة وأشكر جميع المشاركين والمشاهدين والمشاهدات أولا لديس فيرس أشكر الجميع أنه عرضت أسئلتكم وأفكاركم وانتظروني بعد يومين في أول حلقة من حلقات حوارات إنسانية أتمنى تنال إعجابكم وأنتظر منكم المشاركة وأتمنى منكم المشاركة وأنا أبقى أخوكم سواء كنت مسلم أو كنت مسيحي أو يهودي أو أي دين آخر أنا لا أفرق كل البشر عندي سواسية كل أخواني طالما التزموا بالأخلاق طول ما أنت منتزم بالأخلاق أنت أعتبرك أخي وصديقي سواء كنت مسلم أو غير مسلم الكل عندي سواسية فقط الإنسانية تجمع لذلك سميت حوارات إنسانية أتمنى الكل يلتزم بالأخلاق ورح نقدر نرتقي بالحوار ونتحاور جميعنا بأسلوب بأسلوب إنساني أكاديمي وهو هذا هدفي أنا من الحلقات إنه نجتمع جميعنا ونفكر مع بعض سواء حتى نصل إلى حل يرضي الجميع والنقاش حالة إيجابية وليست سلبية الأخ جاني يقول لي أبقى أخ أبا الحكم المشاهدات زادت خلي أشرب مي أعذروني لأن أنا شوي اتعبت من الكلام المتواصل أوكي رح نترك شي خمس دقائق كمان حسب الأصدقاء طبعا أشكرك مستر بلاك على تمنياتك صديق وأخ عزيز طبعا شكرا علي تمنياتك وأتمنى الحلقات القادمة تنال إعجابكم وأنا هذه أول حلقة عذروني إذا يعني ما عاملة برفيك مثل ما يقولوا أنا أول مرة أقدم حلقة لحالي ورطي جان نتمنى ما تندمون على حلقتي وإذا شفت يعني تواصل أنا يعني يفرحني إنه أتواصل معكم دائما يعني شكرا أخ ياسر ولو أن أن أنت مسلم ولكن أسلوبك يدل على أن 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 راقي ومحترم وهذا الشيح نتمنى بجميع المسلمين يعني إذا يكونوا محترمين معنا نحطب على رأسنا حتى لو كانوا مسلمين المهم نتناقش بكل إنسانية وبكل أخلاق وهذا غرضنا من الحلقات طبعا الوقت راح يكون بعد حلقات الأخ الأخ جان ساعة 11 بتوقيت أوروبا 10 بتوقيت جرينيش أتمنى يكون مناسب للبعض ونشوف بالمستقبل راح نغيرها ولا لا طبعا الحلقة القادمة الأخ سنان يقول نرجو الإعلان طبعا الحلقة القادمة راح نعمل نوزع بالفيسبوك وغوغل بلاس راح تكون يوم بعد بكرة ساعة 11 يعني بعد تقريبا 46 45 ساعة يعني بعد قلي يقول بالساعة حتى تعرفوا لأنه بالأيام ممكن واحد بأمريكا ما يعرف يضبط الساعات بعد 45 ساعة من الآن تقريبا تكون أول حلقة من الحوارات إنسانية شكرا شكرا أخي كمال لكلامك ويقول الأخ مراد نحتاج أشخاص مثلكم نتحدث معه تعبت من الصلاة من الصلاة سكران شكرا شكرا مراد مراد نحن نحاول كل الأخوة فيهم الخير والبركة مثل ما يقول ولكن كل واحد له أسلوبه في الكلام وكلهم محترمين وكلهم أصدقائي وأخواني نقول إيميج إيميج ستين المهم آخر ستين كيف يمكن التوفيق بين معضلة الشر وحرية الإرادة التي تعتبر أول مبدأ الفلسفة طبعا إحنا حتشينا الصور صارت مناقشات بحلقة جان عن هذا الموضوع إنه المعضلة الشر تحكم القوانين يعني القانون إذا قال لا يوجد في مبدأنا إحنا الملحدين أو العلمانين أو اللادينين ما عدنا مبدأ الخير والشر ماكو شي اسمه خير والشر أكو شي اسمه صح وغلط على ما يقرره تقرر الدولة القوانين اللي توضع الدولة تقول هذا العمل خطأ هذا العمل صحيح وتعارف العقب على الأكثر على الإذاء لآخرين يعني إذا أذيت نفسك ما حدا يعاقبك ولا في إله يقولك رح تدخل لجهنم ما في هالكلام بينما لما تسرق أو تقتل أو تهين أحد هذا يعتبره شيء خطأ أو صحيح أنا شايف أن هذا المبدأ هو يسري على وكل دولة تضع قوانين الخاصة وتطبقها وترى ما هو الصحيح وما هو الخطأ يعني كل دولة عادات وتقاليد تختلف عن الدولة الأخرى لذلك تضع القوانين حسب الناس اللي عايشين معها أنا أشايف أنه هذا هو التعبير الصحيح كلمة خير والشر حاجة دينية وإلهية وغير حقيقية لأنه الإله يقرر شنو الشر شنو الخير اللي ما يصلي يعتبره الشر بينما هذا الشي هو بينه وبين الإله يبدوا يعملوا ما يعملوا الإله يعتبره الشر إحنا ما نعتبره الشر إحنا عدنا المبدأ الصحي والصح والخطأ هذا هو المتعارف عليه أتمنى أكون جوابة على الأخ أو الأخ الامج ستين الأخ ياسر يقول الشر نسبي أخي فليس كل الشر شر قلت لك أنا لا أمن بكلام الخير والشر لأنه يعتمد على الآيات والأديان وكل دين يدعي أن هذا الشر مثل المسيحية تقول إذا أنت لا تؤمن بالمسيح كمخلص فأنت في جهنم فهذا الشي أنا لا أمن به لأنه يعتبر الشر إذا واحد ما أمن بالبسيح أنا أحترم شخصية المسيح على أنه كإنسان وليس كنبي أو إله لأنه لم يلجأ إلى الشر ولا نعرف إن كان استمر سوف كان يبقى خيرا أم يصبح شريرا مثل ما حصل مع محمد في بداياته كان فقط يبشر بالعذاب ويقول لا تجادلوا الذين كفروا هل أشياء لكم دينكم ولكن عندما استلم زمام المبادرة بيّن على حقيقته لا نحاسب المسيح لأنه لا نعرف المستقبل كيف كان يحدث ولكنه كإنسان هو إنسان كان يدعو إلى الخير فعلا ولكن العهد القديم كان لا يدعو إلى الخير كان يدعو أيضا إلى الشر وراح نعمل حلقة مع الأخ جان أو من غير الأخ جان راح أتفق معاه عن التشابه بين المسيحية والإسلام في العبادات والحدود شكرا أخ أثير أتمنى الحلقة تكون نالت إعجابكم شكرا أخ ياسر لكلامك اللطيف الجميل يقول كيف نعيش الأخ ياسر يقول كيف نعيش بدون اتصال روحي مع صاحب الكون الاتصال الروحي لا يطبق الدول الإسكندنابية ما تطبق الاتصال الروحي مع الإله ولكنهم عايشين أحلى حياة وأنا عندي اتصال دائم مع كل الناس سواء في ألمانيا والدول الأخرى الملحدين من أطيب الناس وفعلا أنا أحكيها بحيادية تامة لم أشاهد عليهم العنف الذي يدعي به الأديان يعني أنت في أحد المسلمين قال لي إذا الله حل الزواجي الأخد أنا أول واحد أنا أم مع أختي معقول هذا الكلام يعني إحنا إنسانيا لا نقبل هذا الشيء وليس دينيا يعني الدين يعني إذا إحنا ما نشغل عقلنا الإله يوجينا كيف نشاء إذا قال افعل كذا رح نفعل وهي إنها الخطورة يوجه هكي الإله وممكن تقتل أبوك في المعركة لأنه كافر يعني هذا شيء الإنسانية ما تقبل نعملها فإذا الإنسان هو ضميره هو اللي يحكمه هو هذا إله ضمير الإنسان هو هذا الإله الحقيقي أنا أشوف طبعا الوقت زاد يعني أنا فعلا تعبت رح ممكن أضيف عشر دقائق أخرى وهي فعلا تكون نهائية لأنه أنا عملت التجربة أشكركم يعني للتواصل ولكن أنا فعلا تعبت من الكلام المتواصل وماك أحد معي يتناقش معه حتى أستراح الشاعر العظيم مكة كان أعمى ولكن يقول أجمل الأشعار السمع كفاية يعني وكان يسمع ويحفظ اللي يقولوا إلى هذا كافي يعني وعنده كتاب للقرآن ولكل كل شيء ومحمد ومحمد ليس وحده ومن نقول عنده آيات كتبها آيات خصصا آيات القتال هو وضع محمد أو آيات التي كان يستحي منها كزواجي من زينب بن جحش وكلامي عن الكلام الفارغ أكل عسل ولا متأكل عسل وزوجات أنا شلي علاقة شو يعمل مع زوجات شلي علاقة ويروح يسب أبو لهب نرجع لموضوعنا إنه ليس شرط إنه القراءة والكتابة هو يعرف يذكر أي شيء نحن نعرف إنه البحير الراهب وورقة بالنفل كانوا يساعدوا بكتابة القرآن والدليل على هذا الشيء لما توفى ورقة بالنفل هذا من طريق الإسلامي وليس مني تقدر يجيب لك ثلاثة سنين بعد وفاد ورقة بالنفل لم ينزل الوحي لماذا هل كان الإله ورقة بالنفل لم يكن مسلم ولم يسلم أصلا كان منه راطقة المسيحية يعني حتى المسيحيين ما يعترفون به فهو ابن عم خديجة وخديجة ومحمد هم اللي وضعوا أساس هذا الدين يعني ليش خلال ثلاثة سنين ما كان موجود الوحي ليش يعني كانت عاملة حزن وعاملة حداد الملائكة والإله كان عامل حداد على ورقة بالنفل أنت تسأل نفسك هذا السؤال أخ فهد أهلا أخ علي عمدة نرحب بك الإمج الأخ أو الأخ رجع ورجعت وضع السؤال يقول إذا الدولة إذا الدولة اعتبرت الملحد أو الربوبي خارج على القانون وعاقبته فهي عادلة انطلاقا من شرحك وبالتالي فحرية الفرد في الإيمان أو العحاد لاقي مثلا أمام قانون الدولة قانون الدولة الإسلامي أنا أقصد قانون الدولة إذا كانت إسلامية طبعا إسلامية إذا انحازت لقتل الملحد فهو يطبق الإسلام يعني شو فرقة يعني أنت القانون اللي يفرضها بالقوة الإسلام لا أحد يقبل به والدليل على هذا شيء أخواء المسلمين في مصر بقوا سنة وما أحد أرادهم طلعوا 35 مليون مصر يطلعوا ضد هذا الحكم وشالوه من الوجود إذا طبقت الإسلام فأنت وأنت أول المتضرري من هذا الإسلام وداعش كان يطبق الإسلام وليحد الآن يطبق الإسلام انظر ماذا فعل شوف الفيديو اللي اللي واحد مرح لصلاة الجمعة كسروا لي يدي ورجله عطبوا عطب كامل لأنه لم يتصل مع الله هل أنت سيف الله في الأرض حتى تفرض القانون باسم هذا الإله لازم المسلم يخجل من هكذا كلام يقوله إذا طبق الإسلام ترك الصلاة يقتل فهل هذا تعتبر أنت قانون القانون هو الشخص لازم يؤذي الآخرين وكيف يكون علاقة بالإله حتى الدولة الملحلة تسمح للمسلمين أو المسيعين بالعبادة ولكن على شرط لا يكون إلهم أذيع للآخرين روح أنت عبد ويا ربك ما لك علاقة تجي تطبق القانون إله على الأرض من يقول هذا الإله هو حقيقي محمد لم يطبق وما قاله الله ودي على شي غير بالآيات مثل ما بده وكل شي يقول الشرك حرام ولكن نفس الوقت يشرك هذا نفسه مع الإله ما قاله الله وما أمر الله ورسوله دائما حط نفسه يعني يقول لله الخمس لله ورسوله الخمس الخمس كيف تطيل لله يعني تضحك على العالم تأخذ عشرين بالمئة حتى صدام حسين ما عمله يأخذ عشرين بالمئة من الغنائم على أي أساس على أساس أنه الرسول يعني يعني إذا على كلامك يأخذ عشرين بالمئة من الكرة الأرضية لو ما أخذ الكرة الأرضية تخيل يأخذ عشرين بالمئة من الغنائم اللي تحصل اللي يشتاحون بها الدول تخيل أنت كم رح يكون يعني يكون أقوى المليارديرات بالعالم يعني يعني هذا الكلام مردود عليك نحن لسنا نحب العنف أنا أحبك وتعامل معك وأحترم عقلك المثقف شكرا أخ ياسر أنا أتمنى يعني الإنسان يرتقي بالحوار ولا يضع السيف الله على رؤوسنا لو تؤمنوا لو نقطع رأسكم وإحنا معترضين على هذا الشيء خلونا نحكي كلامنا إذا أنتوا شايفين الدين هو ينتشر بدون الإلحاد سيبوا الإلحاد مثلما أنتوا لكم حق المسلمين تعرضوا أفكاركم إحنا الملحدين أيضا أننا حق نعرض أفكارنا مثل الباقين مثل الشيوعية مثل البوذية مثل المسيحية مثل يهودية كل إنسان حر يعرض أفكاره مثل ما يريد المهمة تؤذي الآخرين وإحنا كلامنا كله إنساني وندعو إلى الإنسانية واتحاد الشعوب كلها بدون طائفية بدون طائفية وبدون أديان وبدون تفرقة تفرقنا عن بعض كلنا بشر كلنا يجب أن نحب بعض شكرا أخي ياسر أتمنى كل المسلمين يكونوا مثلك لا تضمر الشر لنا ولنحن لا نضمر الشر لأحد أيضا طبعا إذا عموم شكرك لسعة صبرك علي شكرا أخ فهد شكرا لاشتراكك معنا وأنا دائما أرحب بالرأي الآخر خصوصا الرأي الآخر حتى يكون عندنا تحاور إنساني نقدر نوصل إلى حلول وسط يعني مثل ما يقول لا تأذيني ولا أذيك أعرض أفكارك وأعرض أفكاري ولكن لا طول ما أنت محترم أنا أحترمك طبعا أنا أعتذر من بقية الأخوة وأشكر جميع المشتركين سواء كانوا مسلمين أو ملحدين أو علمانيين أو لا دينيين أشكر الجميع بالاشتراك في هذه الأسئلة الغير متوقعة أنا كنت متوقعة عمل خفزة حتى الأخ جان كان متوقع شي بسيط نحكي ولكنه طلب مني الأخ جان أن أمدد الحلقة لأن الأسئلة كثرت لكن أنا فعلا تعبت لأنه لا يساعدني أشكر الجميع أشكر الجميع بالاشتراك ونراكم في حلقات أخرى وانتظروني بعد تقريبا 45 أو 45 ساعة من الآن راح تشوفون حلقة أخرى من الحلقة الأولى من حلقات حوارات إنسانية أشكركم صديقاتي وأصدقائي وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر